الأخبار بتلفزيون البحرين السلام عليكم وأهلا بكم استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة السيد أمجد بشير عضو لجنة الشؤون الخارجية وذلك بمناسبة زيارته للمملكة وقد رحب جلالة الملك المفدة بوفد البرلمان الأوروبي مشيدا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بدول الاتحاد الأوروبي الصديقة وما تشهده من تقدم ونماء في شتى المجالات مؤكدا الحرص المستمر على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ونوه العاهل المفدة بأهمية مثل هذه الزيارات لتقوية أطر التعاون المشترك والتشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا وتطورات الراهنة وخلال اللقاء تطرق صاحب الجلالة حفظه الله إلى الإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي على أكثر من صعيد وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين تسير على نهج التطوير والإصلاح في مختلف نواحي الحياة بما يكفل للجميع المشاركة في هذا النهج الوطني وأنها ماضية في تعزيز المسيرة الديمقراطية لتحقيق المزيد من التطور والتنمية والتقدم من أجل خير ورفعة البحرين ورخاء شعبها العزيز كما أكد العاهل المفدة حرص مملكة البحرين على صيانة حقوق الإنسان في المملكة ودعم كل من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنين لجميع المواطنين مشدداً جلالته أن مملكة البحرين ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن هذه الحقوق هي جزء أساسي من ثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية ولهذا فأن تكريسها وترسيخها في المجتمع والدولة هو أولوية قصوى مشيداً جلالته في هذا الجانب بما تنعم به مملكة البحرين من روح التكاتف والترابط والتعايش بين كافة أبنائها الكرام بفضل وعي وثقافة شعبها وحرصه على وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالإنجازات المرأة البحرينية على الصعيد الوطني وإسهاماتها جنباً إلى جنب مع الرجل في تعزيز نهضة البحرين وتطورها وتقلدها أعلى المراتب والمناصب الرفيعة في المحافل الإقليمية والدولية وبحث جلالة العاهل المفدة مع وفد البرلمان الأوروبي الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات والأحداث الإقليمية والدولية وارباً عن تقديره للدور الذي يطلع به الاتحاد الأوروبي لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وقد أعرب رئيس وأعضاء الوفد الزائر عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة لما أبداه جلالته من حرص واهتمام على تطوير علاقات مملكة البحرين مع الدول الاتحاد الأوروبي وأشادوا بتطور حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتطور حقوق المرأة مؤكدين أن مملكة البحرين تعتبر مثالاً حياً دائماً تطور في المجالات كافة في دول المنطقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة جهودهم لدعم وتنمية مجالات التعاون الثنائي مع المملكة بما يعود بالخير والمنفع على الجانبين وشيدين بجهود البحرين وإسهاماتها الطيبة في خدمة قضايا الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة شرف الوفد للاتحاد الأوروبي اليوم باللقاء صاحب الجلال الملك عفظه الله وكان لقاء طيباً وتم الحديث عن العلاقة ما بين مملكة البحرين وأيضاً مجلس التعاون من جهة والاتحاد الأوروبي وكان اللقاء طيباً وأيضاً كانت هناك لقاءات كثيرة لهذا الوفد ونحن نرحب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ونشكر السيد أمجد بشير أضو البرلمان الأوروبي ووفده المرافق على مقام به وعلى كلماتهم الطيبة في حق مملكة البحرين ونتطلع إلى العمل معهم دائماً هنا وفي بروكسل وفي ستراسبورغ ومن ثم نرحب بالتعاون مع هدوان ومنذ الوهلة الأولى لزيارة البرلمان الأوروبي إلى مملكة البحرين والانتباعات في تصاعد إيجابي فهذه الزيارة ليست هي الأولى لكنها تعد مختلفة وتحمل بين طياتها الكثير من الأهداف لا ربما من أبرزها هو إفساح المجال للدبلوماسية البرلمانية لتغيير مسار العلاقات بين الطرفين ليكون التعاون هو المحرك الرئيس لتطويرها كانت هناك مواضيع ناقشناها مثمرة وكان اجتمع رائع بين أعضاء البرلمان الأوروبي تناولنا فيه كل ما يهم البحرين والعلاقات البحرين بالبرلمان الأوروبي نحن نؤمن إيمان شديد بأن هذه الزيارات تعزز العلاقة البرلمانية بينه وبين البرلمان الأوروبي الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين خلال الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام أخذت طابعا شموليا وخلصت جميعها إلى ضرورة توطيد التعاون المشترك بين البرلمان الأوروبي والبحريني لقد لاحظنا بأن هناك الكثير من البوادر التي تشير إلى أن البحرين تمضي على المسار الديمقراطي الصحيح وقد استمعنا إلى الكثير من الأطراف المعنية بحقوق الإنسان ولاحظنا أن هناك تطورا ملحوظا في التعامل مع هذا الملف ونحن بدورنا سوف ننقل هذه الصورة إلى البرلمان الأوروبي البحرين هو بلد كبير وطروحة جسر يربط جميع البلدان هو بلد نموذجي يسرني أن نرى طريقة الحياة والانفتاح على العالم واحترام الأقليات البحرين هي شريكنا المميز ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون واللقاءات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب من الجميل جدا أن تواجد في البحرين هذه زيارة الأولى الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات بين البرلمان الأوروبي والبحريني أما الهدف الآخر هو ما يتعلق بتطوير وتوتيد العلاقات التجارية الاقتصادية بين البحرين وبريطانيا بما يعود من نفع على البلدين في اليوم الأخير من الزيارة أقد اجتماع بين البرلمان الأوروبي والجاليات الأجنبية في البحرين هذا الاجتماع عكس صورة الحقيقية لمملكة البحرين خاصة فيما يتعلق بحرية ممارسة الدين والتعايش بين الجميع الانطباع جميل من قبل كل من يعيش هنا على أرض البحرين من الجاليات الأجنبية وقد أدهشني جدا ما التحدث عنه حول حرية ممارسة الدين وعن حرية بناء المعابد والكنائس وعن دعم ملك البحرين لهم وهذا رائع جدا وقد أعجبني وأنا بدوري سوف أنقل هذه الصورة المشرفة والجميلة عن مملكة البحرين إلى البرلمان الأوروبي كان اجتماع رائع مع الجاليات الأجنبية في البحرين والأهم أنهم تحدثوا عن حرية ممارستهم لعقيدتهم الدينية وقد وصف أحدهم لنا البحرين كالحديقة الكبيرة التي تشمل على مختلف أنواع الزهور نحن نهنيكم بأن البحرين بلد منفتح على الجميع ونحن بدورنا سنوصل هذه الرسالة إلى البرلمان الأوروبي أردنا أن نوصل رسالة من الديانة الهندوسية إلى البرلمان الأوروبي من خلال هذا اللقاء أن البحرين بلد صغير بحجمه وكبير باحتضانه لكل الجاليات والمعتقدات الدينية وإضاح الصورة المشرقة لمملكة البحرين نحن فخرون بأننا نسهم في إصال رسالة إلى البرلمان الأوروبي اليوم وبأننا هنا في البحرين نعيش في سلام بالرغم من تعدد الديانات والمذاهب وإننا نلقى كل الدعم من ملك البحرين وحكومته وشعبه الزيارة أتت ثمارها وحققت الأهداف المرجوة فالصورة للعلاقة بين الطرفين أصبحت أكثر وضوحا والتعاون لم يعد تؤثره الحدود لكنه تحرر منها أعضاء البرلمان الأوروبي عاشوا الواقع على أرض مملكة البحرين وطلعوا عن خرب على تجربتها الديمقراطية بكل تفاصيلها سهر عصفور لمركز الأخبار